افتتح وزير الكهرباء في حكومة اقليم كردستان كمال صالح محطة كهرباء متنقلة في قضاء مخمور بطاقة 25 ميجاوات وعلى نفقة حكومة الاقليم نحن في وزارة كهرباء الاقليم مستمرون وبجهود حثيثة لتوفير الكهرباء لجميع الاقضية والنواحي هذا المشروع هو محطة كهربائية متنقلة بكلفة مليار وسبعمائة وخمس الف دينار من خزينة حكومة اقليم كردستان سيوفر حاجة المئات من المنازل في قضاء مخمور وسيستفيد منه المزارعون في القضاء في توفير المياه لمزارعهم بواسطة تشغيل المكائن التي تعتمد على الطاقة الكهربائية